موضوع الامتصاص عرفناه لكن ممكن حاجة تستهلك الدم طبعاً جوه الجهاز الهضمي طبعاً أنا طبعاً تعرف أنا أسطي أيوة أيوة طبعاً الحقيقة الأنكليستومة بس دي أكتر في الأرياض دودة الأنكليستومة وبعض الحاجات خارج الجهاز الهضمي زي حشرات فروة الرأس الشعر وللأسف هي شوية منتشرة للمدار في المدارس عشان الكسافة والشتة والولاد مرزئين الأمل عادي نقولها بالاسم للناس عرفاه وفي البنات أكتر هم يستدفاهوا حجم الأملة ويقولوا هتاخد إيه يعني لا دي بتاخد نص سنتي يبقى دماغه فيها خمسين ستين واحدة واكتر في البنات أنا جات لي حالات الهموجلوبين يوصل اتنين جرام يعني هبوط في القلب ورعاية مركزة ويقصة وطبعاً أول ما بتشوف الحالة متدرجة بقى مش في يوم وليلة بس الأم ملاحظتش بقى غير لما جريتها قلت لها البنت لونها ازاي كده دي ما بتاكلش وتلاقيها بقى لو صغيرة شوية بتنقر في الحيطة زي الفراخ دي العلامة الأكيدة لنقص الحديد اسمها بكة اللي هو تاخد الحاجات تاكل في خشب تاكل في حتة زي الفراخ ما بتنقر كده دي عشان نقص الحديد تحفت لعيها مليانة بالذات اللي شعرون طويل فلابد نظافة قومة الحشرات دي